فتصور فيديو أنا وياكي بعد رمضان أه يرييت بس خليني أعمل كل إشي مش أطلع أنا هاي أنا شت معي، بس بحرك بكون وراء الكواليس أه آه 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 أيوه انت غشي، أيوه وذلك هاي يقوله والله مو بدي علونا خلص لازم تصير شاف وانهمه كثير سعيدي أنا اليوم لأنه هواية الطبخ يعني بس أكون بالمطبخ آه عالمي أنا بكون بقمة الاستمتاع طيب حلو، طيب إحنا جبناك على مكانك المفضل لك بالضبط، فأنا اليوم متحمسة متحمسة؟ جداً طيب إيش الطبيخ اللي بتحبي تطبخي؟ مطابخ عالمية ولا بتحبي تطبخي؟ العربي، العالمي ما بحس، آه، العربي، العربي بحس حالي بستمتع وأنا بعملهم آه فسعيدي هيك بكل إشي بالتقطيع، في التحريك، بس إيش؟ آه عندي مشكلة ما بعد الطبخ الأكل؟ لا، في الجلي في الجلي، آه في الجلي والتنظيف وهيك فأحي هاي بشكلتنا كلها أحياناً بقول لي خلص ما بدي أطبخ شام ما أجلي برضو هاي بشكلتنا فاليوم بدي أطبخ لأنا ما رح أجلي آه حلو، عفتين موضوع أنا قبل كم يوم شفت فيديو مؤسف جداً آه فيه ست طبخة، بعد ما خلصت الطبيخ آه مصوري المطبخ آه و قديش فيه بعد شغل جلي، طيب طبعاً هاي من خلالكم و خلال قناة رؤيا بتشكر كل سيدي وكل أم طبخت طول الثلاثين يوم وتعبت الله يعطيك العافية مية بالمية يا فوي آه فيه جليات بس بشكل عنده جليات طب لحظة 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 لشي شلاية هاي بالأكل بدي أشغل أنا بنطع عليها جلاية أصعب من الجلاية لا لحظة أنا عندي جلاية بس السحون ما بتنطع الجلاية لا ببع انتي بديك تعمليك لحية تحط خلاية وتحط شلاية يعني بتحط قصة يعني بتفضي شلاية بالزبط يعني كله لخفت بس برضو نحن علينا لود فعلا يعني عن جد الله يعين كل الأم آه والله نعم أحسنت طيب شافت ننضيف السبانخ الآن الآن بننضيف السبانخ على هالستيو اللي طبخت بالكريمة يا صلاة يعني إذا قلنا اللي قزطناك بمنسف بطلع منك اسمع لا الصراحة صراحة ولا بعمري طبخته لا ما دوش إن كان بسيط طيب قديش بحبه بس ولا بحياتي تجرأت آه يعني تجرأت إنه أنا أعمل منسف بس حاسي إنه رح أتجرأ بالفترة القريبة إن شاء الله حاسي يعني يعني إذا رح تجرأي ممتاز وأنا وشف مدام قدامنا تجرأتي إحنا أول المعزومين الله تتلمون يا ريك بتنوروني وبتشاهدوني أنا أتصور فيديو أنا وإياك بعد رمضان نبدأ منسف يا ريك بس خليني أعمل كل إشي مش أطلع أنا هاي أنا شف معي بس بحرك بكون وراء الكواليس آه أيوه انت غشب والله مبدعة لونا خلاص لازم تسير شف ولا أهمك لونا نحكي شوية عن بداياتك طبعا أنا مثلا كتير تبعتك بالبدوي يعني كنت أقول لونا أدينا أحبا يعني كيف ممكن ومع هيك لما بحضرك بالبدوي بقول البنت مبدعة كيف زبط معك هاي النعوم اسم الله والجمال مع أنه مثلا البدو جميلات يعني أكيد جدًا 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 على فكرة أنا ملامح أنا ملونة مليون بالمئة الجمال البدوي مشهور بس كيف زبط معك أنت كلا يعني بنت بطبيعتك كيك رئينة أو ناعمة والأدوار البدوية يمكن فيها شوي خلينا نحكي بدها صعوبة جدًا وراء الكواليس خلينا نقول كدراما بدوية أثناء التصوير صعبة 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 ظروف العمل بتكون يعني قبل مشهد بالضبط قبل الشخصية اللي أنت حتقدميها وراء الكواليس البيئة اللي بتكون محاطة فينا كتير جدًا صعبة فأظن مع التكرار صار عندي القدرة كيف أني أسيطرة أقوى وأتغلب على الأشياء اللي ممكن بتزعجني فالبدوية لهجتهم صعبة ولنسى هذا اللي بدي أحكي لك يا كمان لهجة صعبة صعبة بس كيف قدرت تتغلبين مع التجارب صار عندي إحساس بالانتماء والولاء لهاي البدوية والهاي اللحظة البدوية اسمعي فيها شهامي هيك كلمة شهامي كلمة شهامي بالضبط وأحلى مسلسلات على فكرة رأي كلمة شهامي قديش بتطليق بالرجال من البيئة البدوية ففعلا صار عندي هيك انتماء والولاء لهاي البيئة وكتير شهامي عجبتها شهامي كلمة شهامي بالضبط فخامي فخامي تنطبق على الرجل البدوي فعليا مئة بالمئة والسيدة البدوية أيضا هي ستة أصيدة نشمية هي ستة نشمية سيدة أيضا تتحدى الصعوبات حيث تكمل تعيش عصامية وعصامية عصامية بكل ما تحمل كلمة من معنى مئة بالمئة طب ايش أقرب مسلسل بدوي على قلبك حناية الغيث ولا يعني انتي عملت كزا عمل الحقيقة صح هلأ أحكي لك العجاب والعفرة كان تمام بعد حناية الغيث بس كان بدوي برضو أيضا بدوي بس أنا كنت غجرية كنت غجرية فيها صح لا بدوي بس أحكي لك حناية الغيث كان أول بطولة مطلقة لأيلي أنتي كنت حناية انا كنت حناية كنت كثير صغيرة سنة يعني كنت لسه مش سايرة عشرين تقريبا أوه صغيرة كثير كان عندي هيك عالم من الوهج والضياع هلأ اكتشفت أنه ضياع أنه أنا مش فاهمة شو عم بيصير حولي مش بدركة أنه كم هذا الشيء عظيم اللي أنا عم بعمله فأنا عملته بعفوية مطلقة تماماً فحسيت حالي أني طلعت بشكل مرضيني بهذه الفترة طب وجودك جنب نجم كبير أيضاً زي اسم منذر رياحنة هذا ما ريح أعطاكي هيك وش أنه أنت كمان بدك تتحدي وشتغلي على حالك الآن منذر خلف الكوليس شخص كثير داعم بشكل عام يعني مع كل الممثلين مع كل الفنيين وطاقم العمل شخص بعطي 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 حب بعطي طاقة إيجابية فمنذر كان أنه بشوفني أنه أنا البيبي يعني فكان بعملني برقة وكتير ثلاثي وشوي شوي وبيفهمني وبيدرجني بوجهك فكان هذا الشيء جداً مريح أولها كنت خايف أنه هي منذر رياحني قدامي نجم عربي إنه شو بدي أعمل هو خلاني أكثر هذا الحاجز بتعامله الراقي معي يعني عن جد أنا بجيله تحيي وقاله كل عمو أنت بقى الفخير وليس بس النجم الأردنيون نجم العربي أكيد وإنه أعمال أكيد بمصر هذا الخلاني أنا أتوتر لي منذر رياحني قدامي بس الحمد لله بوجهه تحييه أكيد صبعاً طيب شفت أنا بها المناسبة أنا بس شفت لونا اتذكرت ابن أخوي الفنان ويسام البريحي طبعاً هو جل تحيي ابن أخوي كل احترام إليك يا عم كل عام وأنت بأذكر بس شفتك اتذكرته ويسام حبيبنا ونجمنا الله يرضى عليك وهيك شخص كثير موهوب وكمان كثير 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 وراء الكواليس داعم وحباب وعن جد بقوله كل عام وأنت بألف خير إن شاء الله بينعاد عليك أنت والعائلة شكراً جزيلاً يا رب يا رب